اوه اهيو قلبي انت بخير يا ابني ركز بقى معايا كويس اولا ان النهاردة جيبلك القوب واسري الموبايل ده شركة قوب بتقول اني معاش اها ده ضمان ضد الكسر وخدش وقصة دي عشان كده كررت اشتريه وهنجرب كل ده دلوقتي بقى كسر ضرب طحن مية كل اللي انت عايزه وهتشوف في نفسك فشدي معايا يلا باللايك بتاعك وتعال نفتح العلبة نشوف محتوياتها وبقى نعمل اختباراتنا عالجهاز يلا انا بستني ايه تعالف تحليفة الموبايل مع بعض ونشوف محتوياتها ونختبر الموبايل بقى ونجرب كل اللي الشركة بتقول عليه ايه ده بتقول لك معاه شهادة يعني الشركة مش مكتفين ايه بس اه بتقول لك ان هو ضد لا ده بتقول لك انا اجاب لك شهادة كمان بسم الله طبعا اول حاجة هتليها الموبايل نفسه خليه دلوقتي وهنشوف ايه اللي جاي معاه تاني جاي معاه شوية ورق اه ده ببص اه الشرايح زي ما انت شايف وسط ومعاك هنا شاحن بقدرة خمسة واربعين واط اه زي ما انت شايف فا كويس يعني دي حاجة كويسة بصراحة ان الجهاز اه جاي في حدوط 7000 جنيه ومعاه شاحن بالقدرة دي شيء كويس برضو الجهاز بكامريارا خمسين ميجا بيكسيل اه معالج ايه سناب درجه ناننا الكلام عليه شوية كده مع شوية حاجات كده يعني مش حاجباني في الموبايل من مواصفاته انا طبعا لسا ما جربتش بس من واصفاته. فخناه قل بسم الله. اوه ده بس ده بيجري. عايز يجري يتخبط. لسه ما اختبرناش حاجة. عايز يجري. هنفتح الجز مع بعض. قل بسم الله. ونبص بس كده على تصميمه. لأ بيني وبينك شكله رايق بصراحة. شكله آآ لطيف. نشيل بس اللزق الرخمة دي. واو. بس بيبصم. ده لسه بنقول يا هادي انا شايف فيه تفصيم. بس آآ مش عارف هي باينة ليك. ولا ما اعتقدش انها باينة. اتظهر فيه شوية وحاجات بتلمع. بس ما اعتقدش ان هي باينة ليك. واضح جدا ان من فوق ما فيش مايك. ودي اول حاجة هتدايك من نوبيل. تحت فيه منفز الشحن من نوع طيب سي. ومعاك كمان آآ المايك. وبما ان الجهاز بقوله ضد الصدمات فهتعلن جرم الارتفاع ده كده. اووو. لأ خط خبطة جامدة. طيب هنعمل هادئة الجهاز ونرجع تاني. وبعد ما الجهاز فتح معنا اول الحاجة اتلاحظها ان الشاشة هنا جاية من نوع اي بي اس ارسي دي مع بازلز او حواف آآ قليلة. انا حاس ان شكل الشاشة دي بتفكرني با الريل مي سي هاتبا ستين شوية البازلز قريبا والحواف كمان الشركة بتقولك انه جايه بآى نيز عالي بيوصل لالف. وطبعا ده رقم ممتاز آآ ان يوصل لالف نيز تحت ستو fits. بس حاس ان فيه سن التقلي من اولها في الاميشان والقصة دي طيب يميني بقى الجهاز مقاوم والقصة نسيبه من الارتفاع ده مسلا كده ووو لا خبطة قوية طب هنا مسلا نجرب وووو لا لا جامدة طب على سن الجهاز اووو لا دي جات جامدة قوي دي درجة ان هي علمت هنا في الترابيزة بس ما شاء الله يا باشا ولا يهزك لا من واضح ان الجهاز ده فعلا الشركة صرف عليه خلينا الاول بس نجرب الكاميرات ونجرب الصوت ونجرب كل حاجة وبعد كده بقى نجرب المية ونجرب نرزعه على البلاط عشان لو جراله اي حاجة يبقى احنا جربنا فيه كل حاجة خلينا كده نجرب الصوت لان الجهاز صوته مونو وبعد كده نجرب الاختبارات اللي احنا بنتكلم فيها مونو شايف مونو جهاز مونو طيب نجرب الكاميرات وبعد كده نخش في الاختبارات خلونا كده نجرب نرزع الموبايل على السراميك زي ما انت شايف هذا الموبايل شغل تمام نرمي كده من الارتفاع قريب شوية نعجات خطة جامدة طيب نعلي المستوى شوية ممكن من هنا مثلا لا قوية برضو طيب نسيب ونزل على بشه خلونا نجرب انت بخير يا ابني خطة دي ما تطمنش لا الحمد لله لا لا عايش ياسطى طيب تعالوا يعني انا عندي اختبار تلاني نرزعها في الحيطة اللي هي السراميك وينزل على الارض اللي هي السراميك برضو يلا بينا واحد اتنين تلاتة واحدة كمان طيب نرمي نرتفاع على شوية خطة جامدة طيب ننزل بالشكل ده طيب ننزل بالشكل ده فكرة كدل عساليم ده عايشه والله طيب اخر بقى اختبار عشان يبقى احنا عملنا كل اللي علينا انا دوقتي وقفت وهرميه من الارتفاع ده ينزل على وشه ولا على ظهره خلاني نرميه واو وحظه بقى اه اه يا قلبي انت بخير يا ابني الخبطة دي اجدعنا ما اطمنش خالص واو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا عايش بجد عايش اوبو عايش الشغل العالي ده جهاز زي ما انت شاف خط خبطة قوية جدا ومع ذلك ما شاء الله طلع ايه سليم لا عايش بجد اوبو تعالى نجرب اختبار المية انا دوقتي دخلت المطبخ وهنفتح الحنفية دي عليه ونجرب نشوف بالرغم ان هو غير مقاوم للماء هو قالك مقاوم لرزاز الماء اي بي اربعة وخمسين ولكن انا يعني حبيت ان انا ادينه دوش بعد العلقة اللي خدها على السراميك زي ما انت شايف المية بتنزل عليه بغزورة اعتقد انه مع المية الاسترس بان اللي كنت بتكلم عليه وقت التصميم لا بسم الله ما شاء الله عليه لا الله اكبر بجده يا جماعة اوبو عاملة شغلة عالي جدا جدا يعني يشوف الصدمات اللي بياخدها بتعرض لها لا الله اكبر لا لا جهاز جهاز رهيب وانصح اي حد فعلا عايز جهاز يتحمل معاه ويكون اعتماد ضد الصدمات وزي ما انت شفت الجهاز تحمل بالفعل صدمات وقل لي رأيك كده في اجهزة اوبو بصفة عامة والفعلا اوبو الفترة الاخيرة اخدت البصات والسوق من تحت شاومي ولا لا واشوفك ان شاء الله فيديو جديد بصفة عامة اشتركوا في القناة